السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة في البداية كنت عن مكلمة احدى الاخوة الفضلات اسمها للعيشة كتقول بانها عشرين سنة متزوجة ولكنها لم ترزق باولاد ولم تكرم بحمل وقد دقت جميع الابواب واستشارت الاطباء والصيادلة والعشابين والرقات ولكن بقي الوضع كما هو اختنا عيشة من دال البداية كتسأل المستمعين والمستمعات وكتستحلفهم بالله تعالى انهم يدروا لها واحد الفتحة لعل الكريم جل جلاله يكرمها بدرية طيبة فالله يجيزكم بخير نفعوا واحد الفتحة الاختنا عيشة لعل رب عز وجل يكرمها بحمل قريب فاللهم يا رب العالمين يا مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا فعال لما يريد يا من امره بين الكاف والنون اذا قضى امرا انما يقول له كن فيكون نسألك اللهم بحق الواحد الاحد الفرض الصمد ونسألك اللهم بحق كل من ركع وسجد ونسألك اللهم بحق كل من طف حول البيت وقبل حجر الاسعد اللهم يا رب اكرم اختنا عيشة بذرية طيبة اللهم عجل لها بالفرج وبشرها بحمل قريب اللهم يا رب ارزقها كما رزقت زكريا على كبر ارزقها كما رزقت ابراهيم على غرم ربي لا تدرها فردا وانت خير الوالتين اللهم عجل لها بالفرج اللهم عجل لها بالفرج وعجل لكل امرأة تعذر عليها او تعسر الانجاب عجل لهم جميعا بالفرج القريب قولوا معنا جميعا امين 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 يا رب يا كريم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله